السلام عليكم اهلا بكم معانا في قناة بيتي بيتك النهاردة بازن الله حوفر لك شرح كامل للغسالة هوفر 13 فارد هقولك المواصلات بتاعتها هقولك ازاي تستخدميها كمان هشرح لك لوحة المفاتيح هقولك لو فيها اي اعطال تتعاملي معاها ازاي وكمان هوضح لك كل العيوب اللي الناس اكتشفتها بعد ما اشترت الغسالة علشان تعرفت قراري انت فعلا هتقدر تشتريها ولا لا هل هي مناسبة لك ولا هي مش مناسبة ان انت تشتريها فخليك معانا عشان تعرفي تاخدي القرار صح الاول خلينا نعرف مع بعض مواصفات الغسالة غسالة الاطباق من هوفر 13 فارد ابعادها 60 في 60 بارتفاع 85 سنتي والابعاد مهمة جدا علشان يتعامل حسابها تحت الرخامة او احنا بننظم او بنشطة بالمطبخ الغسالة touch control يعني شاشة تحكم باللمس الغسالة فيها سلتين سلة اللي فوق care basket يعني مصممة بطريقة تحافظ على الكريستال والكساد اللي ممكن تتكسر وكذلك الفخار وخاصة بكل الموعين والادوات الحساسة زي الاركبال والصيني والسلة اللي تحت فيها اماكن مخصصة للشوك والمعالق والادوات الصغيرة الغسالة فيها filter مضاد للبكتيريا anti bacterial filter علشان تحافظ على الموعين والاطباق من اي بكتيريا الغسالة فيها اتنين رشاش لضخ المية لتوزيع افضل المية على كل الموعين اللي في الغسالة اثناء دورة الغسيل والشاطر الغسالة فيها نظام حصري لهوفر وهو نظام تغيير ضغط المية خلال دورة الغسيل بشكل صحيح وبالتالي هيديك نظافة اكتر وعملية تنظيف مظبوطة والنظام ده هوفر حصل فيه على براءة اختراع النقطة اللي جاية معلش مهمة جدا لازم نركز فيها الغسالة بتعمل بتكنولوجيا A++ يعني اعلى كفاءة تشغيل واقل استهلاك للكهرباء في فئة الغسالة لان الغسالة في الفئة C ودي هنشرحها لما نتكلم في عيوب الغسالة كمان من الخواص اللي هتلاقيها في الغسالة خاصية الواي فاي والبلوتوز من خلال برنامج خاص بالغسالة للتحكم في الغسالة عن بعض من خلال موبايل وبيتم تشغيل الواي فاي مود عن طريق الضغط على زرار الواي فاي لمدة 3 ثواني الغسالة كمان فيها خاصية الزكاء الاصطناعي اللي من خلال المعلومات اللي بتقدميها عن نوع الصحون ودرجة اتساخها ومستوى الحمولة بتبدأ الغسالة تقترح عليك البرامج المناسبة الغسالة فيها تكنولوجيا فويس كنترول بتخليك قادرة تتحكمي في الغسالة صوتيا من تليفونك من خلال برنامج هوفر ويزارد والغسالة ضمام 3 سنين لو جينا تكلمنا عن لوحة مفاتيح الغسالة تلاقي اولا زرار on و off وده بتشغل الغسالة او بتطفيها منه الزرار الثاني وهو زرار اختيار البرامج وتشغيل الواي فاي من خلال الضغط عليه لمدة 3 ثواني هتوصل الواي فاي اما الزرار اللي هو مكتوب عليه express فده لتشغيل البرنامج السريع كمان هتلاقي زر تأجيل تشغيل الغسالة وده بيخلي الغسالة تبدأ غسيل تلقائي في معاد معين انت اللي بتحدديه بعد 3 ساعات او 6 ساعات او 9 ساعات يعني مثلا لو انت تحت وعايز الغسالة تشتغل في معاد معين بتزبطيها من الزرار ده وللأمان الغسالة فيها مفتاح ضد عبس الاطفال وبتشغليه بانك تضغطي على المفتاحين مفتاح express مع مفتاح اللي عليه علامة الساعة عشان يمنع تشغيل او الضغط على زراير لوحة المفاتيح والغسالة شغالة واثناء التشغيل من خلال لوحة التحكم بتقدر يتعرفي الغسالة في اي مرحلة سواء غسيل او شاطف او تجفيف والغسالة فيها 5 برامج اول برنامج وهو الغسيل المكسف عن درجة حرارة 75 درجة مئوية وده بيكون خاص للاطباق والموعين شديدة الاتساخ البرنامج التاني وهو برنامج شامل عند 60 درجة مئوية البرنامج التالت وهو البرنامج الاقتصادي عند 45 درجة للاطباق والموعين اللي هي متوسطة الاتساخ البرنامج الرابع وهو الغسيل التمهيدي المخصص لغسيل الخضار والفكهة بالمية في 5 دقائق وده كمان ممكن تستخدميه لشطف الموعين مثلا ان انت تعملي دورة شطف قبل ما تشغلي الغسالة نفسها على دورة كاملة للاطباق اما البرنامج الخامس وهو برنامج total care برنامج العناية الشاملة اللي تقدري تستخدميه في حالة لو بتخسلي كاسات او مثلا بتخسلي فخار او اي حاجة خايفة عليها ان هي تتكسر خلينا بس الاول نشوف مع بعض الكارتونة لما بتيجي بتوصل بيكون معاها ايه لما بتوصلك الغسالة هتلاقي معاها قمع بتستخدميه وانتي بتضيف الملح للغسالة وده مهم ان انت تتأكدي ان هو موجود وجاي مع الغسالة كمان هتلاقي دليل المستخدم وشهادة الضمان الغسالة بيكون تركيبها سهل جدا عن طريق تسبيت الارجل بتاعة الغسالة من تحت عشان تبقى سبتة على الارض وكمان بتوصلي الخرطوم للحنفية وتوصلي خرطوم الصرف ومهم يكون الخرطوم بتاع الصرف مرتفع من 50 ل110 سنتي واخيرا توصيل الغسالة بالكهرباء بعد كده بنضيف الملح في المكان المخصص والمكان المخصص للملح هتلاقيه تحت في ارضية الغسالة هتضيفي كيلو ملح وفي اول مرة هتضيفي مية مع الملح لغاية ما تملي غرفة الملح وبعدين تقفليه وبعدها تستخدمي المسحوق او الاراص اللي هي 3 في 1 في المكان المخصص وده هتلاقيه في باب الغسالة وبكده الغسالة تكون جاهزة للتشغيل ولو جينا تكلمنا عن نصايح لتفادي الاعطال لو لقيت ان الغسالة البرامج بتاعتها مش شغالة اتأكدي ان انت موصلة الغسالة بالكهرباء والفيشة اللي انت حطة فيها فيشة الغسالة شغالة وتأكدي ان باب الغسالة مقفول كويس وان انت دستي على زرار التشغيل فعلا ولو عملتي كل ده والغسالة برضو مش شغالة تقدر تتصلي بالفني او بالاعطال اما الغسالة لو كانت مش بتنظف كويس فممكن الفتحات بتاعة الرشاشات مسدودة وهنا هتحتاج تفكي الرشاشات تنظفيها وتركبيها تاني وفيه هنا على القناة هتلاقي فيديو بنشرح فيه طريق تنظيف الرشاشات ولو الغسالة مش بتنظف لسه ممكن كمان يكون كمية المسحوق اقل من اللي بتحتاجه الحمولة فمهم تستخدمي كمية مسحوق مناسبة لا اكتر ولا اقل كمان مهم اختيار البرنامج المناسب سواء لكمية الاطباق او لمدى اتساخها كمان لو الاطباق مش بتنظف كويس يبقى ممكن يكون رص المواعين مش صحيح زي مثلا انها قريبة جدا من بعض بشكل بيمنع توزيع المية بشكل كويس خلينا هنا بس نقول رقم خدمة العملة 19-3-19 ولو فيه بقع بيضة في المواعين اتأكدي من المستويات الملح والزيت وتزبطيها اما لو الغسالة بتعمل صوت فهنا هنحتاج نرص الاطباق بشكل صحيح ونتأكد ان الرشاشات مش بتخبط في الاطباق ولو الغسالة مش بتجف في الاطباق كويس ممكن يكون انت مش مختارة برنامج فيه تجفيف او الزيت بتاع الغسالة خلص فمهم تملي الزيت وتزبطي المؤشر ولوحة المفاتيح فيه اعطال بتنور اللمبات بتاعت الغسالة الليد بتاعتها لو اللمبات بتنور مرتين معناه ان مفيش مية وصلة الغسالة ممكن تتأكدي ان المية وصلة او ان صمام توصيل المية مش مسدود ولو اللمبة بتنور 3 مرات يبقى هنا مشكلة في صرف المية وهنا تتأكدي من خرطوم الصرف ومن الفلتر ان مفيش اي سدد فيهم ولو اللمبة بتنور 4 مرات معناها ان فيه تسريب مية ولو فيه اي مشكلة زي ما قلنا ممكن تتسلي بخدمة العملة 19-3-19 نوصل هنا للنقطة الاهم في الفيديو وهي العيوب بتاعت الغسالة اول عيب هتلحظيه في الغسالة ان السنون بتاعتها مش بتتني طيب ايه فايدة ان السنون تتني السنون اللي بتتني بتديكي مساحة ان انت ترسي الحلل وبتخليكي تتحكمي في المساحة بتاعت الراف لكن الغسالة السنون بتاعتها سبتة بتاعتك في المساحة وبتخليكي ترسي الموعين بشكل معين بطريقة معينة مناسبة للسنون بتاعت الغسالة السبتة وده مش معناه طبعا ان انت مش بتخسلي فيها حلل لأ بتخسلي فيها الحلل عادي ولكن مش بالاريحية بتاعت ان الغسالة يكون السنون بتاعتها بتتني العيب التاني ان الغسالة ما فيهاش نص حمولة والنص حمولة دي ممكن تشغالي الغسالة على اقل كمية موعين واقل كمية مية واقل كمية كهرباء ومسحوق وبالتالي هتوفري على حسب الموعين اللي انت بتغسليها لكن الغسالة دي مفيهاش ميزة نص حمولة ولو عدد قليل طبعا بتطويلي على بال ما تملي الغسالة لدرجة في ناس يعني بتقول انا بقعد باليومين او تلاتة ام للغسالة الموعين عشان اقدر اشغلها على حمولة كاملة وساعات طبعا بيستصعبوا الموضوع او بيستطولوا المدة فبيضطروا هم بنفسهم يغسلوا الموعين العيب الثالث هو ان الغسالة من الفئة C وده يعتبر استهلاك عالي للكهرباء واحنا عارفين اننا كل ما بنتلع لفوق ناحية حرف A كل ما كان الاستهلاك الجهاز اقل وكل ما بننزل تحت ناحية حرف E كل ما كان استهلاك الكهرباء اعلى والغسالة في حرف C طبعا يعني بيعيد شوية عن حرف A فبالتالي استهلاكها عالي شوية فهي تعتبر من الاستهلاك المتوسط ولكن الغسالة بتشتغل بتكنولوجيا A++ يعني اقل استهلاك في الفئة C يارب بس الفكرة تكون وصلت نوصل هنا للعيب الرابع في الغسالة وهو حجم حامل المعالق اكبر من اللازم فبياخد مساحة كبيرة وفيه بعض المستخدمين اضطروا ان هما يستغنوا عنه خالص علشان المساحة فانت ممكن تستغني عن الحامل بتاع المعالق وتحطي بس مصفة صغيرة رقم خمسة ان الغسالة يعني كبيرة نسبيا فغير مناسبة للمطابخ الدياء رقم ستة محتاجة تنظيف الفلتر كل اسبوع وده غالبا في اغلب الغسالات عشان بس تحافظي على كفائتها وكمان مهم تنظيف الاصباء بفرشة قبل ما تدخليها الغسالة علشان تفضل الغسالة شغالة بكامل كفائتها وبكده اكون قدمتلك كل المعلومات اللي عندي النهاردة يارب اكون قدرت افيدك لو استفدتم معانا دعمونا بلايك اشتراك كومنت محفز ولو عندكم اي استفسار اكتبوه لنا في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله